جريدة الكويتية ونشوف عنوانا الرئيسي ومركزة على موضوع الكويتية المال السياسي المال السياسي فوق القانون كما تقول جريدة الكويتية نشوف بقية العنوين مفاتيح انتخابية هدايا اللجان النسائية قضاء حاجات المواطنين بدل اعلان المقردين ومسلميات اخرى لا تطولها العقوبات تكلفة حملة بعض المرشحين بلغت مليون دينار مصاريف تفوق قدرة مرشحين وطنيين يدعمهم الحراك الشبابي للراغب في التغيير 300 دينار لكل حساب في تويتر 600 دينار للمفتاح الانتخابي انتفاضة شباب الكويت 1400 توقيع حتى الان حثوا السلطة على عدم التدخل في الانتخابات وطبعا الكهرباء تعيد طرح محولات الزور هذا هو الخبر الاخير في جريدة الكويتية الوطن امام المشاهدين الكرام وعنوانها يقول صعوبات امام لجنة فحص الدستورية حل مجسومة لمعالجة الوضع وابرز الخيرات سحب المرسوم وعدد تشكيل الحكومة بمحلل ومن ثم رفع عدم التعاون وعشور في الدار ايداعي 220 الف بعلم دبدوب والبحر والبلاغ كيدي والمبلغ لم يصل للمليون وهو بدل صفقة بيع عقار وذمتي نظيفة كما تقول الدار هذه تقريبا طبعا المستقبل لا زالت مشاهدين الكرام لا زالت حول موضوع اغلاق قناة مباشر بيان ادارة القناة يوتها الحرية بكل اسف سنبث من خارج الكويت كما تقول هذه طبعا مشاهدين الكرام واضح اغلب صحبنا المحلية اليوم ركزت على موضوع الازمة الدستورية الموجودة في البلاد بعدم بسبب عدم سلامة اجرات الدستورية حل مجسومة وكذلك موضوع الادعات القانونية اللهم يمكن مرسوم الاميري بتشكيل حكومة اتى متأخرا وبالتالي اغلب الصحب اليوم لم تدرك هذا المرسوم وبالتالي اغلبها اليوم لم تركز على موضوع التشكيل الحكومة الجديدة واضح ان هذا التشكيل هو مقدمة لاجراءات اخرى رح تتخذ لاصلاح الخلل اللي اليوم الشاهد تطالب وتؤكد بانه خلل فادح وان مجلس الامة لا زال شرعي ووجوده لا زال شرعي لحد الان وبالتالي حصانة النواب لا زالت مستمرة الا اللهم اذا تم اصلاح هذا الامر من خلال تشكيل حكومة جديدة ومن خلال طبعا اداء القسم امام سمو الامير ومن ثم ترفع وسحب مرسوم الحل ومن ثم يأتي حل اخر جديد وبالتالي يصبح المجلس الامة فعلا اجراء سليم اميا بالاميا هذا المتوقع ان يكون خلال الايام القادمة اصلاح الوقت اذا لازال مجلس الامة قائم واجراءات الحكومة الحالية لازالت خاطئة جدا وبالتالي الشاهد فتحت هذا الباب على مصرعي امام الحكومة وامام الدستوريين والقانونيين لمناقشة هذا الامر وكذلك امام الحكومة لاصلاح هذا الخلل راح نناقش هذه الامور مشاهدين الكرام لكن ناخذ فاصل وبعد نواصل مشاهدين الكرام رجعنا اليكم من جديد راح نناقش معكم ابرز واهم عنوين صحفنا المحلية الصادرة اليوم الاربعة يشاركنا اليوم مشاهدين العزاء المحامي مشاري المشعان اللي راح نناقش معه اليوم عنوين صحفنا المحلية حياك الله حياك بالبداية انا اشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وامسي عليكم وامسي على المشاهدين الكرام حياك الله اخي مشاري اخي مشاري اليوم يعني اغلب صحفنا يمكن موضوعين اساسيين ركزت عليه الصحف المحلية الموضوع الأول طبعا موضوع لا يزال موضوع الفراغ التشريعي وعدم سلامة الإجراءات الدستورية بحل مجلس الأمة يبدو الحكومة اختنعت وقبل قليل تفاجأنا يعني يمكن كل تفاجأ مرسوم أميري بتشكيل الحكومة أتى متأخرا يعني عادة مراسيم ما تكون متأخرا واضح أن الوضع يعني على عجل أتى بسبب أن الحكومة أدركت أنها أخطأت بسلامة الإجراءات الدستورية قراءتك لهذا الخلل اللي قامت به الحكومة واللي قام فيه مستشارين حكومة اللي دخلوها في متاهة أعتقد موقف لا تحسد عليه الحكومة أنا أعتقد أن الحكومة هذه ما هي محظوظة من البداية من بداية ما محظوظة من البداية الله يعين الشيخ جابر البارك ونحن نتمنى له توفيق في أنت عارف بعد حكومة الشيخ ناصر محمد الشعب كله صار يعاني من الحكومة فالشيخ جابر المبارك أنا أقول أنه ما توفق في هذه الدربة اللي صارت حل المجلس وقبله عين رئيس وزراء و لما تم تعين الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء كان الطاقم اللي معاه من الوزراء هم حكومة الحكومة مستقيل تصريف العاجل بالأمور و المفترض قانونا أن بعد تولي رئيس وزراء الحكومة إذا كانت هذه الحكومة ستستمر أن تقسم القسم الدستوري و تمارس أعمالها كحكومة و ليست حكومة تصريف العاجل فأحنا تفاجئنا في صدور مرسوم أميري بحل المجلس الأمة و بعدها الحكومة أدركت الخطأ لا المشكلة أخ يعني مشاري الفتوه التشريع بنفس التشكيل لما شكلت الحكومة أو شيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة صحيح و إجراءات الحل سليمة و لازال لآخر اللحظة هم مصررين مشكلة الحكومة أنها دائما تكابل لا المشكلة فتوه التشريع يعني دار مدارات الدولة الفتوه التشريع تعتبر الجهة من جهات الحكومية مستشارين الحكومة مستشارين الدولة نعم فمشكلة الحكومة أنها دائما تكابل ولا تعترف بالخطأ لو لا الزخم الإعلامي اللي صار و تصريح الخبراء الدستوريين أن هناك خلل لما شفت يعني التشكيل الحكومي اليوم اللي صاير هو سد بعضا من الثغرات الحاصرة في الدستور وأعتقد أن الحكومة استطاعت أن تجد لها مخرج في التشكيل هذا الحكومي وأعتقد أنه سوف يتم الدعوة المرسومة في الدعوة لتحديد موعد يوم الانتخابات في الأيام القليلة لأن تأخر الفترة السابقة هو كان في إيجاد أي حل لإيجاد حكومة حكومة الشيخ ناصر جابر المبارك وزراء تكلف مع الشيخ جابر المبارك لتصبح هناك حكومة رسمية و شرعية حكومة رسمية و شرعية الشاهد يعني تقول مجلس الأمة شرعي يعني لأن الإجراءات في الحل غير سليمة وهذا يمكن يعني شفهم من أول يوم حل مجلس الأمة كان الرئيس جاسم الخرافي نوعا ما شكك فيه قال إجراءات الحكومة غير سليمة و اليوم الخبراء الكل قاعد يقول إجراءات الحل غير سليمة وبالتالي لا زال مجلس الأمة شرعي أنا أعتقد و يعني المسألة هذه كبيرة و فيها خلاف قانوني هناك أراء قانونية تقول أن مجلس الأمة لا زال قائن نعم و يستندون على أن الحل كان مخالفا للدستور ولكن هناك أراء تقول أن حل مجلس الأمة يعتبر من من الجهات من أمور السيادة من أمور السيادة و لا يجوز الطعن فيها ما مقضاء هو طعن بإجراءات الحكومة بطلب الحل يعني اليوم سعدون حمد وكل المحامي ناصر دويلة أن يقدم طلب للمحكمة بطعن بحل مجلس الأمة وهو طعن ليس بالمرسوم ولكن طعن بإجراءات الحكومة بطلب حل مجلس الأمة صحيح و يرى بأن إذا أجرت الانتخابات راح يعني تكون الطعون الانتخابية كبيرة جدا حل مجلس لم يكن سريب أنا يعني أقول أن الأمر صار يعني فيه حد أدركة هذه لكن الأخوان في تخصص خبراء دستوريين الكل أبدأ رأيها هم أدرا فيها هم فيها ولكن يعني نعتقد أن الحكومة وجدت لها حل في تعيين هذه الوزراء و ستدعو لموعد انتخاب نعم الآن الحكومة أخي مشاري فعلا بدت يعني تصلح الخطأ لكن من يحاسب المستشارين اللي وضعوا الحكومة أمام موقف فاعتقد يعني بصراحة بصراحة يكشل موقف يعني لا تحسد يعني وكل الناس يمكن اليوم يعني مرنا دوانيات و شفنا الناس و كل المستشار معقولة حكومة مستشارين غلط خطأ الناس مو مستوعبة و ما تصدق يعني حكومة يعني ترفع مرسوم لسموه الأمير مرسوم في خطب الجراءات يعني تقول لي والله واحد أخطأ لا يخاف لكن الحكومة تخطئ أنا أعتقد أن الحراك الشعبي الذي حصل في الأيام السافغة وجد نوع ما من يعني الخربطة لدى الحكومة فأنت عارف في يوم وليلة تم حشد ستين ألف أو تجاوز العدد هذا في ساحة الإرادة تفاجأنا في صباح القد في قبول استغالة الشيخ ناصر المحمد وبعدها حصل اللي حصل أنا أقول أن الأمور ما كانت مدروسة لحد ما كانت أتوقع القرارات التي صدرت يعني ما كان فيها الاستشارة المفترض أن تكون موجودة هو عموما يعني أعتقد جازما بأن دائما للأسف الشديد المستشارين لدى الحكومة دائما موهقين للحكومة وهذا الأمر لا ينسحب فقط على الموضوع هذا موضع كثير طيب خلنا ننتقل موضوع آخر لا يقل أهمية موضوع نواب المتهمين بموضوع الإدعاة المليونية لا زال اليوم القضية بالأمس كان النائبان السابقان حسين الحريتي ومخلد العازم واليوم أربع نواب إحسين مزيد وعسكر العنزي ودليه الهاجري وصالح عشور صالح عشور رفض لا أدفع الكفالة الموضوع كيدي ولن أدفع الكفالة بيصفتك محامي شنو معنات عدم دفع الكفالة وحجزة لمدة واحدة شين يوم ما دام الموضوع أمام النيابة العامة النيابة العامة سلطة التحقيق ويعني ما دام أنه وجهت اتهام إلى هؤلاء النواب السابقين فأنت عارف المتهم لما يحضر أمام النيابة أمه يخلص سبيله في ضمان شخصي أو كفالة شخصية أو كفالة مالية فالنائب السابق صالح عشور صدر غرار في إخلاص سبيله بكفالة خمس سلاف دينار يعني أعتقد أنه رفض دفع الكفالة وفي حالة عدم دفع الكفالة يحجز أمام النيابة العامة مدة 21 يوم وبعدها يعرض على القضاء أمام قاضي التجديد وإلى تحديد جلسة أمام المحكمة شنو السباب الرفض من صالح عشور تحليلك أنا أعتقد أنه يريد أن يظل الشارع الكويتي يعني مسألة انتخابية نعم يريد أن يظل الشارع الكويتي وهناك من الشارع من لا يعي هذه الأمور ولا يعرف ما هو أليس من حق يعني كنائب سابق لماذا يطلب منه كفالة يعني يكفي أني نائب سابق هل مطلوب يعني ألا يأخذ بالاعتبار أني نائب سابق على الأقل يعني على رأي اليوم الشاهد هو نائب حالي يعني افترض حتى ولو كان نائب سابق افترضنا أنه نائب سابق النيابة العامة سلطة ولا يعني قراراتها تعتبر وشنو التكليف وشنو المغزى من هذه الكفالة دائما يعني المتهم يحقق معه وهي الأمر الراجع للنيابة أنها يعني تخلص بهذا الشخص وضعها يعني في القضية يحدد أنه والله أخلص بهذا كفالة شخصية بكفالة مالية هذا الأمر الراجع للنيابة يعني نائب ما يبين حاش يعني موجود بالكفالة حتى لو كان نائب هناك يعني أشخاص حبسوا في السجن وكانت يعني من مناصبهم كبيرة حين وأنت كنائب مش ما اعتقل يعني أو لدى الفكر لبعض الناس أنه والله هذا نائب يمكن النائب يعني يسوي تصرفات حال حال المواطنين العادين ويمكن أقل منها بعد فكونه كمواطن كويتي القانون ما يفرق بينه كان نائب سابق أو كمواطن عادي يعني نعم يعني أنا المقصد بس أنه يعني يمكن الكفالة عادة تطلب يعني من أشخاص تكون عادين لكن كمنصب يمكن يكفي منصب أنه هو طبعا أكيد رأينا هي للنيابة لكن أنا وجهة نظري يعني حاليا ويعني مدام النيابة العامة حقت معه يعتبر مواطن كويتي لا يملك أي منصب يعني بالنسبة للعظامة السما هو الآن بعد الحل يعتبر مواطن كويتي طيب إذا اعتبرنا أن مرسوم الحل غير غير إجراءات في مرسوم الحل غير سليم وبالتالي أعيد الحل من جديد ألا يعتبر استدعاء هؤلاء النواب بأنه يعني خطأ في الإجراءات نعم للتحقيق معهم لذيهم حصانة نعم إذا كان أو تبين لنا بعد فترة أن مرسوم الحل وصدر مرسوم آخر جديد وصدر مرسوم آخر يعتبر النائب محصن لحين صدر المرسوم اللي يليه لحل مجلس الأمة إجراءات التحقيق تعتبر باطلة نعم نعم ولا يجوز النيابة العامة أن تحقق مع أحد النواب مجلس أمة إلا بموافقة رفع حصانة من نواب مجلس أمة من المجلس الأمة من المجلس الأمة تقدم طلب شنو التوقع إذا صدر لو افترضنا كما تقول صحبنا بين اليام القادم واضح حكومة الجديدة والتشكيل أنها ستصل مرسوم جديد توقع نيابة العامة تفرج عن النواب الحاليين وتعيد تحقيق من جديد معهم تعتبر القضية يعني وجود النائب في النيابة العامة يعتبر وجوده وتحقيقه باطل وذلك استنادا على أن النائب يملك حصانة النائب قال غب علي لديه حصانة نعم طيب يعاد من جديد تحقيق أو شنو المخلوق القانوني أنا أعتقد أنه يقدم طلب لمجلس الأمة من النيابة العامة ويناقش رفع الحصانة شنو يقدم طلبه وراح يصدر مرسوم جديد لحل مجلس الأمة شنو يقدم طلب كيف يقدم مجلس الأمة راح يعتبر من حل مجلس الأمة